لما أنت تسمي ابنك واصل حلو الاسم واصل بس فن شو كان شعور وارده لما سمى واصل أنه أكيد كان مشتاقي جيد واصل بسلام واجهز جاي بعد بنات يا واصل واصل بسلام الله يحطيك الصحة والعافية أخي واصل المومني دكتوري الموضوع التكمل الذي تفضل فيه لأخ حسام أنه هو موضوع الزوجي والموضوع الفردي وخاصة السيارات الخاصة هذا هو السيناريو اللي أعلنت الحكومة أو مش أعلنت الحكومة أرسلت بالون اختبار عن طريق وزير البالية بأنه نفكر العمل بنظام الفردي والزوجي للسيارات الخاصة أو القطع المبرمج الكهرباء خلينا القطع المبرمج الكهرباء نأجله شوي نحكي عن الزوجي والفردي شوف السيناريو هذا خلينا نتحدث في اتجاه الاتجاه الأول اللي هو فعلا هو سيناريو حضاري سيناريو راقي سيناريو ممكن أنه يوفر ويحقق إيجابيات ويقرب الناس لبعضها ويقرب الناس لبعضها حلو وخاصة أنه ممكن يعمل تواصل بس بين خلينا أحكي بين الأفراد اللي بيئت العمل أو الصلاة القرابية القوية يعني ممكن تعمل بيناتهم وخاصة استخدام السيارة أو وسيل تنقل من مكان العمل إلى البيت أو التزاور بين أفراد المجتمع إلا أنه طبعا إلو زي ما إلو إيجابية هاي الإيجابية الوحيدة بس على فكرة في إيجابية ثانية اللي هي زي ما تفضل فيها لتضحية الانتماء للوطن إشعار روح المواطن رد الجميل للوطن بتأمن له المواطن كل شيء عمال فهو بيعتبر كرد بيوقف مع الوطن وخاصة إذا كانت المبررات بأنه إحنا الفاتورة النفطية ومشتقات النفط وإحنا فيه عندنا مشاكل اقتصادية هذا بده إعلام وتوجيه في هذا هذا بده أحكي ليس هيكا بده أنا أبين للرأي العام زي ما تفضل الأستاذ حسام برضو إنه أنا بدي أبين لماذا الآن أنا السؤال لماذا التوقيت الزمن الآن إحنا مقبلين على قضايا أهم إحنا عندنا قضية مهمة وإن شاء الله سبحانه وتعالى إنه تنتهي الانتخابات وبيشارك فيها كل أبناء المجتمع وبيفرز لنا مجلس نواب إحنا بدنا إياه يحمل خلينا أسمي هموم الوطن وإنه يعيد الثقة يعيد الثقة في وزر مجالس النواب السابقة يعيد الثقة في الحكومات السابقة في الأخطاء اللي صارت ونبني مرحلة جديدة نتمنى هذا أهم هذا الأهم توجيه الشعب الآن باتجاه 2 مليون وربع هذولة اللي سجلوا للانتخابات الحافظ عليهم حتى ما نفقدهم انتبهوا يا حكومها والله بتفقدوهم بكرة إذا ظليتوا تعملوا هيك تخوف المواطن تفقدوا الثقة فيك وفي إجراءاتكم أنا أخاف إنه بكرة يصير في عندنا عزوف عن الانتخابات أو عزوف أي قضية أخرى أي قضية القضية السلبية الآن في لها سلبيات كثيرة السلبية الأولى أخ دكتور سليم اللي هي إنه ممكن واحد واحد عنده مثلا أو خلينا قبل السلبية أقول لك من الذي سيتضرر الذي سيتضرر بالدرجة الأولى اللي هم طبقة الوسطة فقط الطبقة اللي عندهم سيارة واحدة هذا اللي بيعتمد عليها في كل شيء حتى في الأغراض الطارئة بيعتمد عليها في عمله في تنقلاته وفي هذا بيعتمد عليها رح يتضرر الثنين القضية المهمة إنه كمان إنه الآن وهاي ما بعرف هذا في بعد قانوني أنا بتسأل الدولة الآن أنت بتفكري بهالكلام هذا بس أنت ممنوع تعملي في بعد قانوني ما بتقدر الدولة تصدر قانوني الآن لماذا؟ لأنه أولا ما في مجلس نواب الثنين لا يحق للحكومة أن تصدر قرارات أو أن تصدر تعليمات أو تصدر أنظمة في ظل غياب مجلس النواب إلا في الحالات الطارئة إحنا مش في حالة طوارئ هذه قضية يجب عن الحكومة ألا تغفلها نهائيا القضية الثالثة بتعني ما دائت السير بتسير لا دائت السير بدك تعديل بدك تعديل قانون السير لا يعني هذه قرارة تنظمية بدك تعديل قانون السير ممكن فيه لها فتوى هيا أستاذ حسين بقولنا فيه لها فتوى يمكن يعني هذا قرار مش قانون يعني أنا ما وما أعلنش إنه في حالة طوارئ أصلا أنه مدلتج وبقول من أجل الوقف الهدر في الطاقة لا أنت يجوز أصدار قانون أو تشعر آه في غياب مجلس النواب آه طبعا في غياب مجلس النواب هذا الحكي اللي بيحكيه دكتور يعني الدكتور أنت كا كاقتصادي الآن وهو بفروض هذا السؤال يوجه للأستاذ حسين لكننا بدأ أوجهه لك نحن عارفين بألمانيا لما كان هتلر بده يأخذ قرارات هتلر هذا الرجال النازي بده النظر عن شو وضعه كان عنده وزارة اسمها وزارة الحرب النفسية أو وزارة الإعلام البروبغاندا اللي توجهها أحسنت هذول الناس كانوا يدرسوا قبل ما ترمي البطيخة على الأرض كان نقول لك وين تروح القشر والبزر الآن سؤالي وهو مجل حضرتك وأنت إليك سلات قوية مع الاقتصادين في الحكومة ألا يوجد داخل الجسم الحكومي بالمستشارين يتفضل فيهم يعني عطفة الدكتور كماذا العدد قلت 23 هل يوجد هناك خبير متخصص في السيسيولوجي أو بالسايكولوجي موجودين في هذا الجو اللي يرفع ييده يقول له سيدي أو معالي الوزير أو دولتك هذا القرار سيؤدي إلى 1-2-3 وإذا مش موجود على كل أحوال هو عودة إلى المستشارين الموافقين الآن مع أن ما يطلعوا بعرضه بعرضه يعني على نفس بقول لك أنا عرضت الموضوع المستشارين لا يعينوا من أجل أن يستشاروا وإنما يعينوا لأنه واحد فلان من الجهة هاي أو من العائلة هاي أو من العشيرة هاي ما طلعوا لوش وظيفة معين المستشار أو شالوا من موقع يعني انتظارا لموقع شالوا من موقع كان بدون شياف الموقع ويجيبوا بحضور طب هما نفعش هناك بدأ أحضر لهم مش مكاتب أنا بدأ أشوف إذا كانت وزيرة المرأة ما إلهاش في مكتب هي أصلا ويوزيرة فما لك المستشار بروحش على الرئاسة ما بروحه ما بروحه بدأ أحكي لك بروحوش على الرئاسة بجوز واحدة وثمين اللي بروحوا على الرئاسة بصلك فهد يدري مين خطيرا يعني تصيبه هذه مصيبه طبعا طبعا مصيبه أنا أقعد بين أهلي أقول أنا الدكتور سيدي مستشار أو لا بس بروح بس أنا برجع لسؤالي أنت كاقتصادي ألا تعتقد يا دكتور أنه يجب أن يكون هناك أخصائيين اثنين ضمن هذه المعادلة حتى يصرخ بأعلى صوته ويقول لهم اسمعوا هذا القرار إذا تخذ تحرقوا البلد هذا القرار بتجيبوا تهل البلد ووضوع البوصة ووضوع البوصة الآن الموضوع ميت اللي موتوه وفيه آلافات من العوائل التي تآذت ألا يوجد أحد يقول لهم يا جماعة خير شوفوا شو أثره النفسي على الناس نعم الناس عم بتصرخ الناس عم بتشوف فساد فلوس محطوطة ما في حدا عم بتقول له عن أثر لا أنا بدي أسمع الاقتصادي باعتمد على نوع هذا المسؤول هل جاء بكدرته وكفاءته لهذا المنصب ولا بالواسطة إذا أنا عينته أنا رئيس الوزراء اللي عينه بديجي عرضه بديجي جمله هذا القرار يقول له أنت العبقر اللي لا يوجد مثيل والله ما واحد تفكر بهالقرار غيرك أنت الوحيد في الأردل العبقر إلت زنم اللي منيح العلاي الإلهي اللي خلتنا لتعرف عليك كرئيس حكومة بحط صورته أنا أحد المستشارين وقد كان وزير بقول لي صار وزير فيما بعد فالرئيس وزراء سابق قام بزيارة إلى يعني إلى أسواق عمان والمهم ثاني يوم بروح آه بيسأله بقول له آه كيف شفت هذه الزيارة قال له والله في يعني كان في بعض المشكلات في هذه الزيارة جعل رئيس الوزراء بقول له ليش قال له كان لازم يعني في معك ناس بيسمعوا بيسجلوا بيكتبوا بيحكوا بيقولوا كذا هيكي بيعرضوا كمان قبل ما نروح وبرضه منحكي أفكار ومنناقش الناس بس هي كان الزيارة بروتوكولية بقوله أنا قاعدين له بتتصل وزراء يا سيدي كنت منور يا سيدي هالزيارة اللي يا ها انت المسؤول الأول انت اللي فيش منها فتطلع فيي من ورها النظرات يعني انت جاي تحكي لي وتقول لي بيصير وبيصير ايش هيهم هيهم وهم المهيهم هيهم أنا شو قدي فيه بس هلولا مركبين أنتين من اللي بيجي بضرب على الأرض وماشي هذا هذا أولا ثانيا أخطر شيء أخطر شيء في عمل الحكومات لدينا أنه لا يوجد استمراري والحكومي لا يوجد من الواضح أنه لا يوجد كل أحوال هذه اللوعية بقرارة الفردي والزوجي والصيفي والشتوي هي فرصة للنواب لرفع شعارات أيضا في الحامل الانتخابي سنلغي الشتوي سنلغي الشتوي سنلغي الشتوي فرصة فرصة دكتور سليم والله سأقلص اليوم إلى 23 ساعة سأجعله 26 ساعة ممكن فرصة نمسي على دولة الرئيس دولة الرئيس يعني نعم نقول هو كما حكيت قبل قليل هو رجل يتسم بالجرأة والشجاعة وبالحكمة وإذا لاحظ وهو يرصد الرأي العام جيدا وقارئ جيد إذا لاحظ بأنه القرار خطير سيلغيه وبحكيه بالنسبة لوزارة ربو التعليم طرم حكيت وأنا بحكيه الآن يعني الخطأ اللي وقعت فيه الحكومة كمان بتدمج وزارة التعليم التعليم العالي ما التعليم العالي هي وزارة التعليم العالي يا دكتور وجيه من تعارب بدها وزارتين من تعارب بدها وزيرين بدها وزيرين هاي مليون وستمائة ألف طالب ومدارس بحاجة إلى عمل بيجي منشبك الوزارتين يعني الوزير بده يقدس ساعة بالعبدالي وساعة بالجبيهة وملفات يتروع على الجبيهة وملفات يتروع على العبدالي طيب يعني هنا شوي خلينا نحي برضو أنت تحكي لي لا لا بدي أنا قاطع أنه هالمعقول أنه هالحكومة راح تعمل كل هالبرنامج اللي حكيت عنه يعني كبرت كبرت كل ما كبرت التوقعات كل ما قل الإنجاز دكتور سليم كل ما كبرت معنات إنجازك راح يكون قل دكتور أنت سألت عن جانب نفسي تصبح لي أجاوب هنا هرب من السؤال بدهم ماش حدد جانب نفسي معهم لأنه لا تتحدث شوف الجانب النفسي هون خطورته ممتع أصلا الحديث في هذا الموضوع الجانب النفسي شو خطورته دكتور طلا في السيارات وخاصة للزوج والفرد المجتمع الأردني بحب دائما يكون عنده سيارة هو يسوقها يروح فيها على المناسبات على العزة على الإفراع على شغله يروح يجي فيها تيجي تتحرمه منها برضو كمال ويطلع مع واحد هاي فيها جانب نفسي هذه قضية القضية الثانية دكتور اسمع لي السيارة ليش احنا نمشتريها نشتريها للطوارئ صار عندي حالة طارئة بدرو فيها البستشفاء بدرو فيها على محل أزوره افلن قرابتي صار عنده مشكلة اتصل فيك بنصل ليل بلاقيك الشرطي بتقوله والله التزوج قل له والله في حالة طارئة وانا في حالة الطوارئ واذا نجعلنا قانون طوارئ الشغلة الثالثة عنده كذا عنده مهمات اخرى القضية الاهم انه كمان يا دكتور انه اقنعني اقنعني كمواطن تعال اقنع المواطن طالب المواطن بقوله انا بدفع حق البنزين شو دخلك انت مثلا انا هلا انا بحكي للحكومة يا اخي المواطن هو اللي بدفع حق البنزين مظبوط ولا لا ورفعت البنزين هذه كل مرة والمواطن دفع ما حكى ايشي الآن انتوا شو مدخلكوا فينا انتو كحكومة اعملونا بني تحدي المجتمع بقولكو اعملو لي بني تحدي الان شب الله يا دكتور الدولة قاعدة بترخص انا بعد اعطيك ارقام رسمية الدولة قاعدة بترخص 72 ألف سيارة خصوصي كل سنة طيب 72 ألف سيارة وهالشوارع ما شاء الله عنهن امرقعات عيفات حالهن ما فيش غيرهن نفسنا والله لا بصورة اتمنى اروه على جبل الحسين من غير شارع الدوار الداخلي دوار من ستمنى ولا اروه على دير اغبار ولا على شارع القاردنز ولا على المدينة الطبية لا حتى الشوارع اللي عنا قضوا عليها